سعي جداً نكون مع جريه الوطن وأي إنسان هو نتيجة المجتمع اللي يعيش فيه أنا محظوظ بأم عظيمة صبورة ومكافحة ربتني أحسن تربية وعائلة تساندني في كل شيء وأهل الخير موجودين في كل مكان من طفولتي وتربيت آني يتيم إلى ما عملت في مؤسسات وشركات دائماً شفت ناس يشجعوني يسعدوني من أيام المرحوم الأمير سموه الشيخ حيسس سموه وللعهد السابق جاءة الملك سموه لعهد رئيس وزراء سموه الشيخ ناصر وكثيرين في كل محطة شفت ناس مثل الملائكة يشيلوني في الكهرباء رحت موظف بسيط في بابكو أكثر يعني بدأت يعني أبسط وظيفة الحمد لله وتقلت مع سنوات الخبرة وشاهدات اللي حصلتها بعد ما تركت المدرسة وعمري 13 سنة لأنا كنا أساعد أسرتي الله وفقني أن أصير رئيس الشركة ولا أنسى يوم ما رجعت إلى بابكو كرئيس قلت والله فست ورب الكعبة في كل مرحلة كانوا في ناس معي في بابكو كان شخص من ويلز بريطانيا كان رجل رائع كنت أشتغل بالوردية وكان يعرف أن أنا أحب القراءة والطلاع وكذا وتارك الدراسة كان يشرح لي حتى لجهزة المعقدة كان يفتحهم يرويني كنت أركب فنما فينا عقلية هندسية والتحليلية وبعدين نجحت في الدراسة في بابكو حصلت بعثات دراسية كمل دراستي من دبلوم باكالاريوس مجستير دكتوراه مثل ما قلت أنا أساس نجاحي من الآخرين الكهرباء المرحومة جلز الشي وزير الكهرباء كان خير داعم لي لإعطائي الفرصة للنجاح ودراسات العليا الوكيل سيد جميل العلوي كان مثل الملاك في أخلاقه مع المهندسين وشجعينه دائما والآن في المؤسسة الملكية برعاية من ديات الملك وتشجيع من سمو الشيخ ناصر الحمد لله قدرت بمساعدة من يدعموني ومن الموظفين اللي أشتغل معهم الشيء عجبني كنت برحب الليل في محاضرة في مجلس سيد أحمد الطريف على جانب في أحد الزملائيش يشتغل معا يقال مصطفى أنت في بداية حياتك في ميدال كيبولز في بابكو في الشركات وفي بداية سن الوعد صار مدير ثلاثين أربعين في السنوات كنت مدير وقلت تقلت مراكز كبيرة وسريعة بس ما صرت استبدادي في تصرفك ولا كنت رئيس شديد مع الناس بالعكس كنت تنزل لمستوىهم أو لمستوانا كان يقول وتساعدنا وتحل مشاكلنا فهذا كان شيء جميل اللي ساعدني أيضا من هالعلاقة كونت مع الموظفين في الشركات أنه يكون أول واحد ساهم في تأسيس نقابة عمالية في شركة خليصان بتركه مويات والنقابة كانت جدا إيجابية تاخد مصالح العمال طبعا دورهم بس أيضا تراعي مصلحة الشركة فاللي بغير أقوله في أي مرحلة أروح التوفيق من الله ومن أهل الخير هو أنا محظوظ في حياتي إنه الآن أشعر كأني داخل العمال على أول يوم من حياتي وأمامي طريق لتقديم الخدمة والمساعدات للناس أنا عايز العلمة الفرقة في حيات دكتور مصطفى السيد دكتور مصطفى السيد تربي يتيما والآن هو أمين عام لأكبر مؤسسة طرعا إحساس فكرت إنه فيه من الأيام إذا ممكن يحصل طبعا موسهل جواب على السؤال بأن لازم مشاعر تتحرق مشاعر جميلة لأن أنا حس بإحساسهم وبالتالي أوفر لهم أفضل خدمات وأفكر فيه مستقبل ومش الآن حتى بعد 20 سنة وأحلم أنه واحد منهم يكون مليناير أحلم أنه واحد يكون منهم بطل كوري مثل بحرين في كاس العالم فكل الطموحات لأي طبي اللي أحلم به الآن أحلم به أنا بش لغيري حتى تكلمت عن والدتك أيوة قلت إن هي كانت شكلت عند حوزك حالة إنسان عظيم كانت الحالة اللي حوزك أعطتني الأمل يعني هي كان نقول إذا الله يسكر باب يفتح مئة شباك فاخترعت نظرية بالجيس بالويندوز من طفولتنا بقليل منها في هناك نوافذ إن الواحد يشوف منها النجاح والخير وكانت تعطينا الأمل ومعنى هي ما كانت رايح المدارس بس كانت حافظ القرآن بس مثقفة جدا بفن التربية وإنسانها مكافحة جميلة جدا مهما أشكرها مكفائي طبعا حضرت ترى إلى أين ترى ممت البحرين في العمل الإنساني؟ ممت البحرين دورها جبار صراحة مع صغر حجمها ومواردها لأن احترام كبير في أي مكان نروح لا تصور كنت أمثل وزيرة خارجية في تركيا مع وزارة خارجية الدول وأردغان رئيس سالس أغنى دولة في العالم كان يقول إننا البحرين كانت سباقة في بناء أول مجمع متعدد طوابق في الصومال بعد 20 سنة وهالمجمع كان مدرسة للمعلمين لأننا نحن شيخ ناصر يعلمنا نكون مبدعين في عملنا لأننا معدنوا مدرسين 20 سنة ما عندنوا مدارس فبناننا مدرسة للمعلمين وعلى ضوء تركيا وآخرين بنوا مشاريع الآن بعد 10 سنوات الصومال غير عنول تقدمت كثير وإحنا كنا العامل الأساسي بدون ما يعني تباه ودون ما نقول لنا فضل لأننا واجبنا للأخلاقي واللساني والديني أن نقدم أشقائنا في كل العالم بدون تمييز أو تفرقة بس قمنا بأعمال جبارة يعني إحنا بخلال هاليومين في أفغانستان كان مؤتمر عالمي يتكلمون وكان لي شرف أتكلم معه ثنين ما وسبعين دولة وقلت لهما نقول لكم تحياتي آت الملك سمو شيخ ناصر وإحنا أول ناس وصلنا المواد الإغاثية إلى أفغانستان في كابل وقندهار هاي البحرين وقلت له من أسلوبنا بسرعة بتوجيه استراتيج الملك توجهاته نقدم المساعدة وبعدين نقوم بزيارات وراح ما كنت تدن خطرة علي ونقيم بعدين ونقدم المساعدة نحن تعرض لزنازل قنابل ألغام أي مخاضد توقع فيه تتخيلها تمر النبي بس الله هو الحافظ ورحلاتنا ما كانت سهلة 14 ساعة من هنا للصومال ونت جالس على صناديق الشحان على كوارتين نفس الشيء نروح اليمن بس هل هناك في تقدير في أكبر تقدير جاءت الملك بعد أهم رحلة كانت غاثية لليمن كانت زيارة صعبة وخاطرة ومنطقة حرب وسمو الشيخ ناصر كان هناك يستقبل الشحنة يومها رجعت اتصل بجاية الملك قال كان بمكانك تاخد أحسن طائرة تروح بس فضلت تروح وتقعد على الكوارتين رحلة صعبة شاقة علشان توصل لتحياتنا وتقابل الناس وسلم المواد بيدك بنقدر لك هالشيء طبعا هاي أكبر ويسام على صدر الإنسان يعني مواقف البحرية النسانية كبيرة وسلوبنا الإداري النظري الآن تدرس في أماكن كثيرة حتى ممكن تعليمها بالجامعات دكتور مصف السيد أعلم أن هناك علاقة بين ممت المحليم ومصف وهناك علاقة خاصة بين الأزهر ومصف ماشاء الله ولكن في علاقة خاصة أكثر خصوصية بين دكتور مصف السيد وشف الأزهر هناك العديد من المواقف التي جمعت بين الدكتور السيد والله أنا أحب بشكل أزهر لا تتخيل لأي درجة أعتبرها زي والدي وأقول لأنت زي والدي مع أن أنت سنك أصغر مني ويبتسم وفعلا أنا حسنا زي والدي راعيني في كل شي يأخذ بفكاري ورأيي وشجعني كثير مع أنه قام إسلامية عربية كبيرة وكنز من الثقافة والمعرفة مواقبي جميلة معه تحت قيادته وبأمر من بخامة الرئيس سيسي أسسنا بيت الزكاة والصدقات المصري هاي بيت مهم جدا لتوصيل المساعدات من أهل الخير إلى الفقراء والمحتاجين في مدن وقرى القاهرة ومصر وعملنا عمل جبار في ميادين وتحديات كبيرة ونجاحنا وماشيين في طريق للنجاح لأن سماحة الشيخ لا يرضى غير التفوق والإبداع والامتياز في العمل ولا يرضى إلا أن يقدم الخير للجميع لا تتألم لا تتخيل مدى هو ألمه لما يشوف الفقراء والمساكين ويتكلم عنهم وكيف شعوره أن ينشر الخير في العالم وأنا وأنا محظوظ أن أكون في فترة من الفترات كنت أعمل شتر رائح على مدار شهرين في مرحلة التأسيس ووضع الأنظمة والقوانين وتعديل مع مصر طبعا هذا كرم كبير من مصر أن تعطي فرصة لدولة صغيرة نتيجة للمحبة بين جات الملك والأخي رئيس سيسي هاي شيء كرم منه أن يعطينا هالمجال علشان نختم اللي علموهنه في الأصل يعني هاي شيء رائع فمن المواقف اللي ما أنسى كنا فيه مؤتمر عالمي البابا يحنى كان موجود ورأس قيادات إسلامي من جميعنا على العالم وتعني جدا عالمي كبير عند التسامع الأديان والسلام بعد ما خلص الابتسات وتحكم تحت رعايته ورجع لمكتبه هنا قاعد النائب قال إن الإسلام بريء عن الحروب والإرهاب والمشاكل والتطرر والعنف إلى آخر وجاب آيات قرآنية وبعدين جاي شخص إعلامي كبير من دولة عربية ما ريد أتكلم عنه الآن لا أسباب عاربينها أيضا قال بما معناه إنه هاي مشكلة المجتمع بس إن واحد يروح من وراء البيت يرش صاحبي من فوق لتحد والثاني يرش صاحبي وكلهم جيران وأهل وكلهم مسلمين فهرحت للمكتب قلت لأنا محتار النائب حقك يقول لك إسلام ومسؤول وشخص آخر ما وجه لي من مسؤول يعني وين الحل ولازم نعرف الحل حق المؤتمر القادم قال أنت شونو حلك والله رحت بدون موعد وقف لي قال لي أجلس قلت لأ ما أقدر بس عاتنا دقيقتين أعرف أنت شقدت أعوالك وشقد ناشي انتظرون يطرح بس قال لي شا تريد انت قلت لأ أنا أحس أن المشكلة بالتربية إذا ربي عيالنا على المحبة والسلام في السن مبكر ونعلم على التطوع ونخليهم كل يوم يمعون لو جنيه أو عندنا مائة فيلس في راس الشهر ثلاثة دينار هالطفل يروح يوسع على اللي يخم الشارع أمام بيته أو اللي يشتغل من حطة بترول ومسكين وفقير هالطفل ينمي يكبر على الخير في قلبه وهي إنسان في قلبه هالدرجة من الإنسانية واذا علمنا كمنهج لا يمكن يصير المنظر اللي نشوفه يروح من خلف البيت يرش الواحد حتى لو ترش قانون أمو المتحدة وجنيه وقال إنه يقول لك إذا شخص استسلم خلاص ما لك حق تضربه أكثر توقف عند تعذيبه فقلت لازم نعمل هالكتاب قال لي خلاص من يعمله قلت لأنا أعمله قلت أعمله أنا أخلي الأزهر كلهم يراجعونه وصالحونه وأنا أكتب لك أفضل مقدمة وعملت الشيء كتاب جاهز دشنته مع فضيلته وحين نسق مع المدارس في البحرين في مصر وعني حضرة الشيخ أنني وعممه في مصر في الأردن الأمير حسن قال لي أنا أيد هذه الفكرة وأولا علاقة بالفكرة لأنني كان طالب من قبل أكتب كتاب عن الكرامة الإنسانية وأيضا الأمارات الوزير حسين الحمادي والنابو عبد الرحمن الحمادي كلهم مأيدين للفكرة فأشعر إذا قدرنا ندخل مادة مبادئ العمل الإنساني في المدارس بدرجة شوية أعلى من التاريخ والجرافية لأن المحافظة على حياة الإنسان أهم من تخليد شيء راح في الماضي خنحافظ على حاضرنا وممكن نواكب التاريخ على التاريخ وعلى سجلنا المشرف في الماضي